تزامناً مع التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة واستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة قمة القاهرة للسلام بمشاركة قادة إقليميين ودوليين لبحث إنهاء الحرب بغزة والسماح بدخول دائم للمساعدات الإنسانية إلى هناك ويشارك في القمة ممثل 31 دولة ومنظمة إقليمية ودولية على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والعاهل الأردني والرئيسان الفلسطيني والإماراتي ورؤساء وزراء إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وتبحث القمة بحسب مصادر مصرية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بإدخال مستدام للمساعدات والإمدادات للقطاع فضلا عن العمل للشروع العاجل في تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على مبدأ حل الدولتين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أدان في كلمة خلال افتتاح القمة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين بغزة ومحاولة تهجير السكان عن أرضهم معربا عن استنكاره للصمت الدولي حيال الهجمات الإسرائيلية في القطاع وأشدد السيسي خلال الكلمة على ضرورة احتواء الصراع وعدم توسعه وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام والعمل على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية بدوره اعتبر العاهل الأردني عبد الله الثاني في كلمة خلال القمة أن ما يحدث في غزة جريمة حرب داعيا لوقف فوري لإطلاق النار ومستنكرا الصمت الدولي حيال الحصار الإسرائيلي على القطاع ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين